بسم الله الرحمن الرحيم معنا اليوم الدرس الثاني من الوحدة الخامسة وهو التنكير لأن الدرس الأول كان عن التعريف وعرفنا في الدرس الأول أنواع التعريف الذي يمكن أن يدخل على المسند إليه ومن باب التذكير أبرزها التعريف باسم الإشارة ثم التعريف باسم الموصول ثم التعريف بأداة التعريف الثم التعريف بالإضافة التنكير أيضا له بلاغته في الكلام ويأتي لأغراض تشبه أغراض التعريف ولكنها في سياقات مختلفة فتنكير المسند إليه في حالة أنك لا تعلم جهة تعريفه جاء رجل يسأل عنك في مثال جاء رجل يسأل عنك فرجل هو المسند إليه في هذه العبارة ولا نعلم جهة تعريفه لا نعلم من هو هذا الرجل فترد في هذه العبارة من باب الإمعاني في تنكيره أيضا ينكر المسند إليه لقصد فرد غير معين وجاء رجل في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى فهنا الحديث عن فرد غير معين وغير معروف بالنسبة إلينا ولذلك جاء الاستخدام لكلمة رجل بصورة التنكير لأنه لو قال وجاء الرجل لكان معهودا بالنسبة إلينا بالنسبة إلى سيدنا موسى وبالنسبة إلى من يقرؤون القرآن كذلك يأتي التعريف للمسند إليه من باب أن يمنعه من التعريف مانع سئمت مهنده يمين لطول الحمل بدله شمالا فهنا سئمت مهنده يمين هذه يمين هي نكرة فالذي يمنع من التعريف أن يحدث التباس بمعنى أن يكون في يده عيب أو مرض فلكي لا يقع هذا الفهم في أذن السامع قام بتنكير مفردة يمين التي هي المسند إليه أيضا ينكر المسند إليه من باب التكثير قالوا لفرعون أئن لنا لأجرى فهنا عبارة أجرى هي نكرة وتفيد التنكير بحسب ما جاء في الكتاب وكما ينكر المسند إليه ينكر أيضا المسند لأغراض من بينها عدم الحصر والعهد الدال عليها بالتعريف كقولنا محمد كاتب فكاتب هي المسند وجاءت هنا نكرة من باب عدم الحصر وعلي وعلي شاعر من باب عدم الحصر لو قلنا محمد الكاتب لخصصنا الكتابة لمحمد ولكن هو محمد كاتب ولا يمنع من أن يكون شيئا آخر وكذلك علي أيضا يأتي التنكير للمسند في قوله تعالى هدى للمتقين من باب التفخيم والتعظيم وأيضا يأتي التنكير للتحقير ما محمد شيئا شيئا هنا هي المسند وجاءت مفيدة للتحقير إذن هذا ما يمكن أن يقال في باب التحقير وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر